السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأصدقائي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من ألقى الناس معاملة مع جميع من حوله فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق وكان أحسن الناس كلهم صلى الله عليه وسلم ولذا فجميع الصحابة الكرام كانت تحبه وتقدره وحتى غير الصحابة كذلك وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس إلى أهله وذلك أخبرتنا به أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقد كان يساعد أهله في البيت ويحسن إليهن ويكلمهن الكلام الحسن ويمازحهن ويلاطفهن صلى الله عليه وسلم وقد أوصانا بذلك فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الخلق العظيم الذي نفديه بأرواحنا وقلوبنا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم